موسيقى نعرف إله إبراهيم إله إصحاق إله يعقوب دلوقتي بعي اسمه إله إهندانياك موسيقى موسيقى بسم الله والابن والراحة القدس إله إله إلاه إلاه أمين عدد أشرين وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعب إسرائيل يبقى دانيال كان واعي وفاهم هو بيعمل إيه إن هو بيعترف بخطيته وخطية شعبه إنسان فعلا قلبه ووكله عن خلاص شعبه عن خلاص الكل فكان بيجي يعترف عن خطيته وخطية شعبه فبيقول بينما أنا أتكلم وأصلي واعترف بخطيته وخطية شعب إسرائيل وأطرح تدرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي خلي بالك الخطورة في الموضوع إن دانيال بيقول أنا بتكلم عن حاجة مهمة جبل قدس إلهي أنا لما بصلي عن الكنيسة لما يقولك صلوا من أجل سلام الكنيسة أنت بتتكلم عن جبل قدس الله دي طلبة لازم تتقال من القلب قطاراً وغفاً لمسني عند وقت تقدمة المساء طيب هو كان فيه تقدمة وقتها كانش فيه تقدمة لكن هما اليهود الأمناء احتفظوا بالطقس بتاعهم حتى وهم في السبي زي دانيال إن وقت المساء يقف يصلي حتى لو هو بعيد عن الهيكل يعني مش أنا سبت الكنيسة ويوم الحد أنا كنت بعيد فخلاص نسيت لا أنت عارف ده وقت خدمة ووقت صلاة أوه فصلي فده اللي كان بيعمله دانيال فبيقول إذا بالرجل جبرايل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء طبعاً بيكلم عن دانيال طبعاً بيعمله دانيال 816 أما بيقول سمعت صوت إنسان بين أولاي فنادى وقال يا جبرايل فاخم هذا الرجل الرؤية وعلى فكرة كون أن ربنا يبعى الجبرايل بالذات دي ليها معنى ما هو فيه رأسها ملاكة تانين لكن لي يبعد جبرايل النهاردة بلؤية سبعين أسبوع ما يبعدش واحد تاني لأنه هو جبرايل اللي بشر ستة العذرة بميلاد المسيح وهو جبرايل اللي بشر زكريا بميلاد يوحان المعمدان قبل طبعاً ما يبشر العذرة فلما جبرايل راح لزكريا قال لزكريا أنا مين أنا جبرايل ماذا كده؟ قال لواقف قدام الله زكريا ده كان شغلته ايه؟ يعني عارف عارف سفر دانيال وعارف حكاية جبرايل فلما راح قال له أنا جبرايل أنا وتوقع أن قلب زكريا تهز قال الله الكلام اللي جبرايل قاله لدانيال نبواته ابتدت ايه؟ هتتحق فالكلام متصل ببعضه صحيح فيه أزمنا بتعدي وسنين بتعدي لكن ربنا مش ناسي وربنا عمل خطة بلان عمل خطة تدبير عجيب فرح بقى الجبرايل عشان هيبشر زكريا بالسبعين الزبوع اللي فيها موضوع خلاص شعب الله ومجيء المسيح وهو نفس جبرايل إلى رحل زكريا وهو نفس جبرايل إلى رحل الست العدر فبيقولوا إذا إذا الرجل جبرايل الذي رأيته في الابتداء مطارا وغفم الترجمة العربية الحقيقة فيها مشاكل كثيرة وبالأخص يعني في صحاح 11 لما عدت أفوت في الترجمة العربي لقيت فيها تعب كبير قوي لكن معلش يعني وإحنا في السكة كده بنفهمها فكلمة مطارا يعني طاير طاير بس ليه مطار هي بالضبط كده لأنه طاير بقيت فعايز يقول لك طيّرة ولا مطار ماشي مابني المجهور ماشي فدي مطارا وغفا خلي بالك وبيقول لك الرجل يعني لما ظهر ليه ظهر في سورة إيه إنسانية فوغفا بالنسبة للإنسان يعني لا حسن لا حسن يعني إيه بينهج بينهج ليه جاي بالنشوار وجاي بسرعة وكان عنده مشاكل في السكة ودي الحقيقة إن جبرايل كان عنده مشاكل صعبة في السكة سأتيجي دلقت في الكنام فبيقول إيه فإذا برقج برأيه الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا وغفا لمسني عند وقت تقدمت المساء طبعا اللمسة فيها قوة وفيها بركة وفهمني وتكلم معي وقال خلي بالك إن في آخر الرؤية بتاع أصحاح تمانية دانيال قال تعبير ما تنسهوش قال كنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم ف يعني ده قلبه عايز يفهم بيصلي بقى عشان يفهم فجي فهمه بس برضو يعني العملية صعبة شوية يعني مش كل حاجة هتكشف في عدد اتنين وعشرين وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرقته الآن لأعلمك لأعلمك الفهم خلي بالك بيناديه بمين باسمه عشان يفهم إن الرسالة شخصية جبريل جاي من السماء هو عارف رايح عنه بلد وهو عارف هيكلم مين وجاي له بالضبط محدده يعني مرسود سطلات الإلهي قال له يا دانيال إني خرقت الآن لأعلمك الفهم يعني هنا بيحكي له إن الغرض اللي أنا جاي له إن أنا جاي أعمل إيه أعلمك الفهم أفهمك وأعلمك الفهم يعني أفهمك إزاي تفهم هي كده هي أفهمك إزاي تفهم يعني يعني أفهمك إزاي تفهم أديك برضو نوع من مفاتيح الحكمة والفهم والمعرفة عشان تقدر قال له عشان أعلمك الفهم وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرقت الآن اللي أعلمك الفهم في ابتداء تدرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب فتأمل الكلام وافهم الرأي هنا واضح أن دانيال ليه دالة خاصة عند ربنا فبيقول له لأنك أنت محبوب فأنا جاي يفهمك عدد 24 وهنا بقى تبدأ اللي سميناها رؤية 70 أسبوع ومن عدد 24 لعدد 27 تقريبا مكتوب كل خطة اللقاء للخلاص اللي ذكرت في العهد الجديد في عدد 24 قال له سبعون سبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإسم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح القدوسين هايزة أقول حاجتين قبل ما أبتدي في تفسير هذه الآيات بنعمة ربنا الحاجة الأولى عدد 25 و26 و27 مكتوبة على نظام الشعر العبري عرف الشعر زي الصنج كده أو زي الترنيمة أو زي المزامير مكتوبة شعر عبري فالشعر العبري له نظام يعني لو اتقرت الآيات دية بالعبري هتلاقي أنها موزونة وتلاقي أن فيها قافية يعني العجيب أنك تفهم دلوقتي أن لما جه الملاج جبرائيل لدانيال ما كانش بيقوله موضوع أنش أو ما كانش بيقوله خبر وراء بعض وراء بعض زي ما هو مكتوب في الإنجيل عندنا دلوقتي تم تشوف من عدد 25 لعدد 27 تلاقي كل الكلام وراء بعض لكن لو خدت بالك وأنا بقرأ هذه الأعداد كنت بقف وقف كده في أجزاء معينة هذه الوقفات هي الوقفات الموجودة في الأصل العبري يعني عايز أقول لكم أن جبرائيل لما جه لدانيال جه يقوله ترنيمة كان بيقوله ترنيمة فدي كان الترنيمة بيقولها جبرائيل وبينشدها جبرائيل في أذن دانيال النبي فلأنها شعر عبري فليها خواص الشعر العبري إيه خواص الشعر العبري أحد هذه الخواص أنه يقول الحاجة في أول بيت وتبقى الكلام عام على بعضه وبعد كده يبتدي يفسرها في البيت اللي بعده وبعدين يفسرها أكتر في البيت اللي بعده فأصبح الموضوع بقى عبارة عن ثلاث أعمدة جنب بعض يعني الخطأ اللي وقع فيه بعض المفسرين أنهم حاولوا يفسروا كلام ده على الساس أنها حاجات بتحصل وراء بعضيها هي مش كده فبيتكلم عن حاجات تحصل أو موضوع معين كأنه عمود كده وراء بعضه وبعدين الآية اللي بعديها رح عمل عمود تاني موازي لي بيفصل نفس الكلام الأولاني ولكن بطريقة تانية وبعدين رح عمل عمود ثالث بيفصل نفس الكلام بتاع العمود اللي قبله والثلاثة عمدان متصلين مع بعض أفقيا بموضوع واحد وهذا الموضوع الواحد هو خلاص الله أو تدبير الله للخلاص للبشرية في شخص ربنا يسوع المسيح وكمال هذا التدبير في قبول الأمم للإيمان لأنه بوليس الرسول بيقول أن ربنا عرفني السر يعني السر يعني كان فيه سر في الموضوع في العهد القديم لأن في العهد القديم كان الشعب الوحيد اللي يسمى شعب الله هو الشعب اليهودي الشعب اليهودي فما كانش فيه مدخل للأمم صحيح كان فيه أفراد قلائل ممكن يدخلوا اليهودية أو يتهودوا وكانوا بيسموهم اليهود الدخلاء ولكن علشان الله يفتح باب الرحمة ويفتح النعمة على الأمم فده كان حدث كبير وده كان سر اللي بيقول إنه هو عرفني السر أن الأمم الشركاء في المواعد فالكلام ده كله حصل إمتى الكلام ده كله حصل في الأسبوع السبعين من نبوة دانيال الأسبوع الأسبوع السبعين اللي فيه مات الرب يسوع على الصليب وفيه قام الرب يسوع من الموت وفيه صعد الرب يسوع للسماء وفيه أرسل الروح القدس على الكنيسة ولكن الروح القدس يوم الخمسين لما أرسلوا كانوا ما أرسلوا على التلاميذ وكانوا كلهم يهود كانوا فيهم غير واحد بس اللي يمكن كان أممي اللي هو كان مين لو الإنجلي لكن غير كده كلهم كانوا يهود فكان يوم البنتي قسطي المئة وعشرين نفس كان كلهم أو معظمهم من اليهود فده كان حلول للروح القدس على الكنيسة المسيحية الأولى المكونة من البقية الأمينة المخلصة من اليهود فلغاية حلول الروح القدس يوم البنتي قسطي ويوم الخمسين ما كانش تدبير الله تم ولكن تدبير الله تم لما كرنيليوس وهو أممي شاف الرؤية وراح له بطرس الرسول وراح بطرس عمده وعمد اللي معاه وبعد كده حل عليهم الروح القدس فبقى حلول الروح القدس ده هو الحادثة التانية المذكورة في سفر الأعمال ولكن الحادثة التانية حلول الروح القدس على الأمم أصبح هنا فرحت الكنيسة أن الله قبل الأمم في الإيمان فبقت الكنيسة مكونة من اليهود ومن الأمم وفتح الله باب المراحم بتاعته لكل الكنيسة هذا ما قلت لكم المرة التي فاتت أن وصلنا في عدد 25 إلى مسح قدس أقداس التي كانت مكتوبة مسح قدس القدسين وقلت لكم لا هذه ليست مقصود بها مسح السيد المسيح فقط ولكن مقصود بها كمال التدبير الإلهي الذي بدأ بمسح الرب يسوع وكمل بحلول الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسين وحلول الروح القدس على الأمم في بيت كرنيليوس لأن هذه تنهي فترة السبعين أسبوع في نهاية السبعين أسبوع الحاجة الثانية التي أريد أقولها لكي تفهم الموضوع السبعين أسبوع متقسمة على ثلاث فترات سبع أسبوع واثنين وستين أسبوع يبقى بقي كم وأسبوع سبع أسبوع في الأول وسبع أسبوع لها بداية سندرسها دلوقتي إمتى البداية سبع أسبوع وبعد سبع أسبوع في 62 أسبوع وقال فيها دانيال إنها المسيح الرئيس أو يعني اللي فيها يمسح المسيح يوم المعمودية ويفتدي خدمته العلينية يبقى سبع أسبوع وإيه وятنين وستين أسبوع وبعد ال 62 أسبوع يبقى كم أسبوع دلوقتي 99 وأسبوع واحد اللي هو الأسبوع السبعين الأسبوع السبعين قال إن في نص هZA الأسبوع يعني نص هZA الأسبوع يعني نص السبع سنين نحن نتكلم عن السبع سنين، فنقول في نص هذا الأسبوع يقطع المسيح، ما هو يعني؟ يموت المسيح في نص هذا الأسبوع، طبعاً في نهاية هذا الأسبوع يبقى الحديثة بتاعت مين؟ لا، نهاية الأسبوع سنين، ليس أيام، القيامة كانت بعد في اليوم الثالث، لا أنا أقول بعد، لا، أقول أخيراً بروشليم، اللي هو حادثة كورنيليوس، يقول له الروح القدس في بيت كورنيليوس. إذا كان حد يحب يكتب نوت عنده في إنجيله أو معه وراء، أنا أقول شوية التواريخ، وترجعوها بهداوة بعد كده. وقبل ما أقول هذا التواريخ، أنا عايز أقول إن التاريخ الميلادي اللي إحنا ماشينا عليه دلوقتي، ده نظام حديث، نظام حديث، هذا النظام لما توضع بدايته سنة سفر أو سنة واحد، ليس هي ميلاد المسيح، سنة واحد، لما عملوا التقويم تغير كذا مرة، التقويم اللي إحنا فيه ميلاد المسيح، يمكن بعضكم يعرف الحكاية دي أول مرة، من سنة واحد ميلادية، سنة أربعة قبل الميلاد، ثلاثة أو أربعة، غالباً هي أربعة قبل الميلاد، أربعة قبل الميلاد، ده سنة ميلاد السيد المسيح، حسب التقويم الحالي. اللي حبي يكتب، السبعين أسبوع ابتدت سنة 457 قبل الميلاد، سبع أسبوع أول فترة، نعم، من أول فين؟ نعم، إحنا قلنا أن حسب التقويم الحالي، سنة ميلاد المسيح دي ملحوظة، ما هي في الخط البياني التي ستتصورها دلوقتي، ملحوظة يعني أن سنة ميلاد المسيح ستطلع سنة أربعة قبل الميلاد، من سنة واحد ميلادية، كما أنتم متوقعين، السبعين أسبوع ستبتد، كما نرى دلوقتي، سنة 457 قبل الميلاد، أربعمية سبع وخمسين قبل الميلاد، ماشي؟ بعد كده في فترة سبع أسابيع، فترة سبع أسابيع يعني كم سنة؟ لا لا، سبع أسابيع، سبع أسابيع يعني 49 سنة، نحن اتفقنا أن اليوم بالسنة المرة اللي فاتت، 49 سنة هذه أول فترة، وهي فترة استعادة إيروشاليم وتجديد الهيكل وتجديد إيروشاليم، ماشي؟ 49 سنة. بعد كده 62 أسبوع يعني 434 سنة، هتوصلنا لسنة سنة 26 ميلادية، يعني 49 سنة زاد 434 سنة، هتوصلنا من سنة 457، هتوصلنا لسنة 26 ميلادية، فيها ابتدى الرب يسوع خدمته العلنية، بعد المعمودية ومسحه بالروح القدس بالجسد، ماشي؟ يبقى سنة 26 ميلادية، هي بداية الأسبوع اللي رقم كام؟ أريد الناس مسحصاة، ها؟ لا، لا، ليس النص، بداية الأسبوع السبعين، بداية الأسبوع السبعين، ألف نص الأسبوع، هيقطع المسيح، والحقيقة اللي حصل، أن السيد المسيح فعلا، مات على الصليب بعد ثلاث سنين وشوية من المعمودية، فهذه هتوصلنا من سنة 26 ميلادية، توقيت الصليب سنة 29، ما بين 29 و30 ميلادية، ليه التاريخ مش محددة بالنسبة لنا؟ لأن اختلاف التقاويم وتعديل التقاويم خلت الواحد بيتلغبط في التواريخ، يعني كلام اللي أنا أريد أن أقول لكم دلوقتي ده، ده خلاصة دراسات كتيرة قوي قررتها، عشان أوصل لهذه التواريخ، نحن ما همناش التواريخ قوي، لكن همنا إيه اللي حصل بالزبط، وإزاي يتحقق بالزبط، لكن برضو للمعلومات أنا حبيتها ديها، فده نص الأسبوع السبعين، آخر الأسبوع السبعين، يبقى سنة، لما يبقى 26 ميلادية، يبقى آخر الأسبوع السبعين، يبقى سنة كم؟ 26 زائد سبع سنين، ما أقول أسبوع يعني سبع سنين، يبقى سنة تلاتة وثلاثين، وده معاة حلول الروح القدس في بيت كرنيليوس، اللي هو بداية دخول الأمم في الإيمان، وفي هذا التاريخ، ابتدى ما يسمى بأزمنة الأمم، يعني دخول الأمم في الإيمان، هذا بالنسبة للتاريخ، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر